اشتركوا في القناة والمساحات اللي سيبهى عدم وجود حسام غالي كمان الجبل يسرى وغياب مؤسر لوليد سليمان الساحر الجديد في الاهلي الاهلي بمن حضر هم اللي دايما بيقولوا كده وعشان يبقى الاهلي بمن حضر يبقى الجون المنتظر لازم يبقى معاده بدري بدري يلا نقول لكم انه مران الاهلي كان تكتيكي بالدرجة الاولى يبقى انه ما ظهرش فيه فرودين ولا فرود واحد هتطلع بالمستند الاول يا فاتح ولا بالمستند التاني ولا بالمستندين مع بعض هيبقى عندك ايفونا ولا ايفونا وانطوي ولا انطوي ولا انطوي وعمر جمال بالمناسبة دي لما في خمسة وخمسة يبقى عندنا خبر تاني اسمحولي اروح له قبل ما كمل لكم ران الاهلي وهو تفكير المتعب المرعب اماد متعب في الاعتزال من فكرة او تفكيره في فكرة احترام تاريخه يبقى الغلط مش عندي اماد متعب او حد يصدرلك حضرتك سيادتك يا فندم انه اماد متعب عليه انه يرجع عشرين سنة ورا وانه يجري الملعب ليلة نهار طولا وعرضا لما متعب يبقى مش جاهز يبقى فيه حاجة غلط في اللي بيجهزه لما نقول الجهاز الناقص الاحمر الناقص بين طبعا تنصيص الناقص عدديا محللين ومبرمجين واسمهم مختصين بالنواحي البدنية تعرف غياب متعب ايه حكايته بالزبط اماد متعب تاريخ غير قابل للشد مش هنستنى لما نقوله وحياة طمارة ما تسبنا اماد متعب قدامه على الاقل تلات اربع مواسم يلعبها اهليا ودوليا حضراتكم اللي مش مصدق يراجع ملفات كل الكبار في الفرق المنافسة ويعرف مش ده متعب يا كابتن فاتحي اللي جاب لك الكونفدرالية مش ده متعب يا كابتن فاتحي اللي جاب السوبر اظن ان متعب يحتاج وقفة تدريبية يعني ما ينفعش انا انا مش فاهم ازاي حد يقول على نجم اسمه اماد متعب انه مش جاهز طب هو تجيزة شغل مين بس بالله عليكم يعني حد يقول لنا كلام نقدر نفهمه نقدر حتى ندعوله نسوقله لو شايفين ان احنا بقبل لاعب خلص الكلام عندنا من الشجاعة والالتزام الادبي والمهني ان احنا نقول ده لكن لما نجم يبقى اسمه المتعب جلاد الحراس وتقول لي بدنيا اقولك مساء الخير حضرتك شوف لنا حكاية بدنيا دي ازاي وطلب لنا اتنين بدنيا وسحلب وطاولة كمان فوق البيعة عشان كده متعب اوعى تصدق اوعى تسمع اوعى تفكر في الرحيل لا للراحة لانك هتريح اللي مش عايزك بس لكن هيبقى الجمهور عنده علامة استفهام كبيرة قوي ما ينفعش كمان لما يدور الكلام حد يصرب ان متعب رقم اربعة في فرودة الاهلي نو نيفر عايزين عم اللمبي هو اللي يكلمهم ببساطة شديدة لازم يتقال ان الاهلي اضيفة الى متعب كبار المهاجمين ايفونا انتوي عمر جمال وربما اخرين تبقى هي دي الرصة الجاهز يلعب بس فين اللي بيجاهز تاني هقول ومحدش يزعل مني عماد متعب تاريخ غير قابل للشد الغلط عند من نقصه انه يشوف شغله مش يضطر نجم بحجم متعب انه يشعر بتراجع ادبي في حق اسمه وتاريخه محدش قال ان اللعب الكورة بالتاريخ والاسم مش صحيح احنا بنقول ان لعب الكورة بكل اساسياتها اجهزتها ولعبتها عمالها وفلاحينها واستواتها ومدربانها مش كده برضا كبات ولا احنا بنقول اي كلام هو ده اللي حق متعب علينا ان احنا نقوله وانطلبه كمان انه لازم يبقى موجود الاهل يحتاج الكبار اذا كان متعب او حسام غالي او حسام عشور لقيادة فريق جديد يلا بينا نكلم موسيقى موسيقى